فعلا احنا محتاجين انه اداء الحكومة يختلف بالكلية انا في تصوري الحكومة بيحصلها حالة من حالات البانيك لما بتحصل ازمة يعني حصلت ازمة السكر بانيك في النهاية خالص الازمة تحلت لما عرفنا ان في مشكلة وانه في فساد ما في جزء ما وانه طيب يلا بسرعة هنبدأ نتصرف وإلى آخره ده كان بانيك ازمة البصل وزارة الزراعة هي الحقيقة اللي بدأت تشتغل على ده بقى بالتعاون مع وزارة التموين بس كان المفروض وزارة التموين تشتغل من بدري على ده علشان ما تحصلش الازمة يعني ما ينفعش اعالج الموضوع بعد ما يكبر واتفاق الناس محتاجة المزيد من الطمأنة الحكومة كف الحكومة كف الحكومة محترمة الحكومة محترمة مش مختلفين بس هل الحكومة قادرة تستوعب السياسة يعني ما ينفعش الناس تبقى قد كده سعيدة بالتحرك المصري فيما يتعلق بالملف الفلسطيني قد كده الناس مقبلة على الانتخابات الرئاسية ثقة منهم في الرئيس ثقة منهم في رؤيته ثقة محبة فيه احترام تقديرا لهذا الجهد شافوا بعنيهم ما يحدث في التسعة سنوات بس تاني الناس شايفة ان الرئيس عمل كذا الرئيس خد زمان بالمبادرة في كذا الرئيس وجه بكذا قبل كده لما حصلت القصة اياها بتاعات المخالفات البنائية والرئيس يتدخل اللي انا عايز اقوله اياه وانا ارجو انه الحكومة ما تبقاش متضايقة لانه لازم نبقى فاهمين ان احنا كلنا بنشتغل لمصلحة هذا الوطن ولاجل هذا البلد النقد او الطرح او الاقتراح عمره مكمة سبة ولعيبة لا فيه ولا فيه الطرف الذي ينتقد اطلاقا ولا استقبال النقد معناها ضعف يعني على سبيل المثال تستطيع الحكومة ان تعلن مجموعة من القرارات او تعلنوا قرارا واحدا متعلق بعشر سلع عشرة مش سبعة وانها تحدد اسعار العشر سلع دي لمدة ثلاث شهور تقدر تخد بالك تقدر حقها قانونيا حقها دستوريا حقها اجرائيا حقها الناس مستنية دا منها طبعا 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 لازم نحدد سعر السكر سعر البصل دا مثلا صح؟ لازم نحدد سعر اللحمة والسمك لازم نحدد سعر الدواجن لازم نحدد سعر الألبان ومنتجاتها من الأجبان أنا كل شوية ألاقي شركة تروح رفع الأسعار كده أنا قرر ترفع أسعار كذا أنا قرر ترفع أسعار كذا أنا قرر ترفع أسعار كذا طب الحكومة تقدر تعمل إيه؟ تقدر تحدد السعر لمدة ثلاث شهور مش بس كده مش بس كده لو حصل معاهم بقى أنا نلاقي وزارة التنمية المحلية وطبعا المحافظين ويطلبوا من الداخلية اللي هي دايما جاهزة الحقيقة الحقيقة معاونتهم نزول كل يوم في مناطق مختلفة في السابعة وعشرين محافظة كل يوم كل يوم كل يوم اعمل كده شهر لو الأسعار ما تعدلتش أبقى أنا فعلا ما بفهمش حاجة لما يبقى متوسط مثلا سعر اللحوم الحمرة 3500 جنيه مثلا وروح منطقة مثلا زي الوراق فلاقيها ب250 و260 ده معنى إيه؟ ده معنى هنا بقى ما حدش يجي يقول لي أصلا في محافظة كذا بس لو حطينا عليها سعر النقل من المحافظة دي للمحافظة دي بالمناسبة سعر النقل عمره ما هيرفع سعر الكيلو 100 جنيه عمره بس في الوراق السعر 250 و260 ومستعدة جيبلك ومستعدة روح وصور وأوري السادة الكرام المسؤولين عن هذا الموضوع قادي الأسعار وهصور بهدن كاميرا وهخلي حد من زمالي اللي الصور عشان ما يبقاش الأخ يوسف المزيع هو اللي جاء حلو كده إذن سعر اللحمة مش 350 موسيقى موسيقى موسيقى